على ذكر الأمير محمد بن سلمان خليني أرجع معك لنفس المقال اللي أشرنا له قبل قليل بتاريخ أربع مايو في نفس هذا المقال ذكرت حضرتك أن المملكة العربية السعودية أقوى وقادر على تحسين وضعها الأمني وعلى سبيل المثال هذا التحسين للوضع الأمني فيه مصلحة إسرائيل هكذا قلت ما الذي تقصده؟ حسناً لقد درست وأدرس والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية منذ سنوات طويلة هذا مجال شغف وأنا أحب دول الخليج الفريدة والاستثنائية وهي الآن تقود العالم العربي وخاصة منها السعودية من وجهة نظري فأن مصالح السعودية تلتقي حتماً مع مصالح إسرائيل فيما يتعلق بمنطقة مزدهرة ومستقرة وعلى مدى السنوات الطويلة أثبتت الأحداث أن مصلحة إسرائيل في مصلحة الدول العربية الراغبة في نماء شعوبها وازدهارها واستقرارها وفي مقدمة تلك الدول السعودية لذلك أرى من الطبيعي ومن البراجماتي أن ما يقرب أكثر مما يفرق بين الدولتين لو تم الاتفاق بشأن الملف الذي يعد مهماً جداً للسعودية هو في قلب وجدانها وهو الملف الفلسطيني فإذا تحقق اختراق في هذا الملف فإننا سنكون بصدد الحديث عن اتفاق هو نتيجة طبيعية لالتقاء مصالح وسياسة أبرز دولتين في الشرق الأوسط كلاهما غير مرتاح لسياسة إيران وأدروعها وما تقوم به في المنطقة وأعتقد أنه يتحسين لموقف المملكة العربية السعودية على جميع الأسعدة ولسيما منها الأمنية هو من مصلحة المنطقة ومنها إسرائيل أيضاً حيث لا أعتقد أنه اتفاق سيكرس معطى أن إسرائيل ليست منافسة للسعودية وأنه سيغير والمنطقة لكن كما قلت بعد التواصل لوجهة نظر موحدة بشأن الملف الفلسطيني فسعودية أكثر أمناً واستقراراً هو فرصة ربما هي الأكبر في تاريخ دولة إسرائيل هذا ما أؤمن به وأعتقد أن حكومة إسرائيل تؤمن بذلك